أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلية التنموية عن افتتاح مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية عددا من المشروعات التنموية بقرية محافظة أسوان وسط أجواء احتفالية حضرها أهالي المحافظة يأتي ذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى برعاية والأكثر استحقاقا بجميع محافظات الجمهورية شمالا أو جنوبا وفي كافة ربوع مصر يترك التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بصمته في خدمة الفئات الأولى بالرعاية فهنا في جنوب مصر داخل محافظة أسوان يفتتح التحالف الوطني من خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية إحدى كياناته عددا من المشروعات التنموية التي نفذت المؤسسة بالتعاون مع بيت الزكاة الكويتي في محافظة أسوان يمكننا أن أعيد اللحظة أننا عملينا مشربة 30 مليون جنيه المواطنين هنا بالذات الأخصر احتياجا يجب أن يعيشوا حياة دمية وحياة كريمة فعلا زي ما ست رئيس عبدالفتاح السيسي دائما يقول لنا طبعا نحن ننظر للحاجة وين الناس وشنو حاجتهم تكون عندنا دراسة ميدانية بالبداية بالتعاون مع الجمعيات المتواجدة مثل صناع الخير فهم يسألون الدراسات ونحن نشرف عليها ونطالع ونتأكد من فعلا الحالات هذه محتاجة ومنها هنا نسوق حق المشاريع الخيرية هذه ونكفلهم إن شاء الله في هذه مسجدان تم افتتاحهما بقرية بلانا مركز نصر النوبة أحدهما أشيء على مساحة 140 مترا ويسع لـ 400 مصندي والآخر تم رفع كفاءته بالإضافة إلى ضرح الظدن للكرآن الكريم الجامعة كانت تطوير يعني من زي الأول دلوقت اللهم صلى عليه ما شاء الله ربنا يصلحنا وحالهم يعني وضبوا الجامعة تاني وعملوا ترميمات تاني وعملوا ركبوا المكيفات تاني أقرب كلمة أنا أقولها أنه العمل فيه سخاء من العمل حب يعمل حاجة لأهل المنطقة قرب الجامعة للبيوت حاجة تاني يعني فطبعا الواحد بدلا ما يروح يصلي بعيد يصلي في المكان الجريب عليه وفي إطار مساهمة التحالف في رفع كفاءة البنية التحتية وحل مشكلات عان منها المواطنون هنا بقرية بلانا تم إنشاء محطة طنقية مياه للشرب يتم دخوها للأهل تبقى للمواصفات القياسية نشكر كل المسؤولين على المحطة لكي فيه ناس كثيرة كانت بتتضرم المية دي في هذا الوقت هديش رب مية نظيفة وهديش رب مية وانت مضمن يعني مية نظيفة ومية جريبة هنا وغير الأول يعني وفي ظل جهود التحالف بقطاع التمكين الاقتصادي الذي يعد أهم المحاور في مساعدة المواطنين تم تسليم مراكب صيد حديثة لأربع وعشرين من صغار الصيادين من أهالي مركز كومومبو بالإضافة لأجهزة صيد وذلك بتكلفة إجمالية تقارب المليون ونصف المليون جنيها بارك الله فيهم ساعدونا بما يرد الله نحن كنا برضو متلاتتين شوية يعني في المعيشة دي فهم سهلوا علينا حاجات كتير استلمت مركب حضرتك تمام ونشكر جميع الصناع الخير والمتحالف الوضني أنهم ساعدونا وده مصد الرزق طبعا للأهالي المركب دي هي يعني روحي ودراعي وكل عيش يعني في صراحة حاجة حلوة ويوم عيده يعني مشروعات تحكس كم المجهودات المبزولة من قبل التحالف الوطني من أجل الفات الأكثر احتياجا والتي يجني ثمارها المواطنون في كل أنحاء مصر